عندي كلام تاني مهم جداً عن النادي الاهلي حضراتكم عارفين من النسخة الأخيرة اللي توجي النادي الاهلي فيها بالميدالية البرونزية هي النسخة الأخيرة من كاسة العالم نسخة اللي تعبت في شهر 12 اللي فات في المملكة العربية السعودية واللي بعد التغلب الاهلي فيها على اتحاد جدة ثم من بعده قروا ردز الياباني بطل أسيا دي كانت آخر نسخة هيتلاعب فيها كاسة العالم بالنظام التقليدي من أول ما ظهر من أول ما ظهر في بداية الألفية في كل مشاركات الأهلي فيها أو حتى النسخة اللي مشاركش اتلعبت البطولة بنفس النظام اللي شفنا عليه النسخة الأخيرة دي أبطال القرات بيتجمعوا مرة كل سنة يلعبوا 3-4 مطشاط بالكتير يعني وبناء عليها طبعاً الفرقتين اللي بيطلعوا باقي دايماً زي متعودنا بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا دول بيطلعوا بايعة وبيوصلوا على قبل النهائي بقيت أبطال القرات بتصفي مع بعض لغاية لما حد يوصل لمرحلة قبل النهائي وبعد كده يتحدد طرفين مبارنة هي ثم بطل المونديال طيب قصة من 20-25 للي قلناها طبعاً الكلام ده احنا قلنا قبل كده لكننا نجيب لكوا تفاصيل أكتر النهاردة بالأسماء طبعاً زي ما علم الفيفا قصة مختلفة تماماً هيقام دايماً قبل معايد مونديال المنتخبات يعني أنت عندك في 20-26 المونديال كسر عالم بتاع المنتخبات اللي هتلاعب في أمريكا والمكسيكو وكندا فقبل بداية كل مونديال هتلاعب مونديال تاني أشبه بنفس النظام المونديال الكبير بس على مستوى الأندية طيب هنا احنا محتاجين نكلم في عدد بالتالي عدد الأندية مش ممكن أبداً نكتفي بأبطال القرات فبالتالي الفيفا قرر أنه يمنح الفرصة لأبطال القرات في الأربع سنوات الأخيرة والتصنيف حسب كل اتحاد قري يعني اتحاد الأفريقي بيصنف الأندية بتاعته ازاي اتحاد الأوروبي بيصنف الأندية بتاعته ازاي واتحاد أمريكا الجنوبية وأسيا وهكذا طب إيه القصة؟ القصة إنه النسخة اللي جاية والحضراتكم ما تشوفوها خليه بس الأول أكلمكم على ماتشات شامبيونزليج نهاردة دي برتبطة بالخبر عندنا الخبر بتاع الشامبيونزليج بيقول إيه؟ في قاعدة مهمة جداً في المونديال المشاركة في المونديال إنه ما ينفعش دولتين يبع عندها أكتر من ناديين بيشاركوا في كاس العالم الأندية في نسخته الجديدة طيب تعالوا نبص للقصة في إيطاليا وأخدكم منها وروح طب إحنا علاقة الأهلي بإيه؟ هنفهم دلوقتي قصة في إيطاليا إنه يوفينتوس يملك فرصة للتأهل فيه أو المشاركة في مونديال عشرين وخمسة وعشرين طب إيه اللي يمنعه؟ اللي يمنعه هو مواجهة باير ميونيخ وبارشلونة مع لاتسيو ونابلي مفترض إن فيه مواجهة تجمع ما بين باير ميونيخ ولاتسيو وبارشلونة ونابلي في بطولة تشامبيونزليج أوروبا لو لو نابلي ولاتسيو ماكملوش المشوار يعني لو بارشلونة وباير ميونيخ خرجوا نابلي ولاتسيو ده معناه إن اليوفي هشارك في كاس العالم اللي جاي لأنه متقدم عليهم في التصنيف الأوروبي زي ما حضرتكم شايفين كده طيب إيه اللي يحتاجه لاتسيو وإيه اللي يحتاجه نابلي لاتسيو مبدئياً يحتاج إنه يوصل للمباراة النهائية يعني لاتسيو لو وصل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا ووصل فعلاً للمباراة النهائية هيوضف لرصيده خسر بقى كسب مش القسه طبعاً لو كسب هيوضف لرصيده نقاط أكتر لكن هو لو وصل بس لمحطة إنه يشارك في المباراة النهائية هيوضف لرصيده 12 نقطة وده يخليه إحنا عندنا خلاص الإنتر تأهل فإحنا محتاجين نادي واحد من إيطاليا كمان إما لاتسيو وإما نابولي وإما اليوفي لو لاتسيو وصل لنهائي بطولة دوري الأبطال ده معناه إنه لاتسيو هيشارك مع الإنتر في بطولة كاس العالم أنداني لو لاتسيو خرج قبل المباراة النهائية ما يشاركش يبقى أوت طب نابولي محتاج إيه؟ نابولي محتاج يكسب مبارتين فقط لغير فبالتالي لو باشتونة خرج نابولي وباير خرج لاتسيو اليوفي يشارك مباشرة فيه إلى الجوار الإنتر يعني في بطولة كاس العالم للأندية 25 طب تعالوا بقى اللي يخصنا في الموضوع تعالوا نشوف الأندية اللي تحددت مشاركتها أو يعني طبقاً طبعاً لطريقة اختير الأندية سواء كانوا أبطال القرارات أو طبقاً للتصنيف اللي أعلنوا الفيفا تعالوا نشوف الأندية اللي تم اختيارها للمشاركة في بطولة كاس العالم للأندية طيب أول نادي عندنا واسترجع كده الزاكرة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل الأهلي واجهوا قبل كده رسمي وكزبه منشستر سيتي طبعاً بطل أوروبا فلامينجو بطل البرازيل الأهلي بطل مصر ريال مدريد بطل أوروبا الوداد المغربي عن قارة أفريقيا لأنه طبعاً كان بطل النسخة قبل الأخيرة والأهلي برضو قبل الوداد خلينا من أهلي قبل دولاتي خلينا نستعرض لديها كلها الهلال السعودي بطل آسيا تشيلسي بطل أوروبا فلومينينزي بطل أمريكا الجنوبية أوراوا ريدز بطل آسيا كلاب ليون بطل الكونكاكاف أو أمريكا الشمالية وإقليم الكونكاكاف ومونتري بطل المكسيك أيضاً وبطل الكونكاكاف ثم سياتل ساوندز بطل الكونكاكاف اللي هي أمريكا الشمالية ومعها مجموعة دول كده دول الفرق اللي تأهلوا للبطولة اللي جاية المشاركة في البطولة اللي جاية كأبطال الخراط طيب مين الفرق اللي تأهلت طبقا لتصنيف الفيفا الفرق اللي تأهلت طبقا لتصنيف الفيفا أولهم فريق باير ميونيخ الألماني باريس سان جورمان الفرنسي انترناسيونالي الإيطالي بورتو البرتغالي بانفكا البرتغالي وأوكلين سيتي تمام؟ دي الفرق اللي هتشارك فيه كاس العالم في نسخته اللي جاية إن شاء الله عشرين خمسة عشرين لأ نرجع تاني للسلايت ده معلش خليه معنا على الشاشة وتعالي نشوف كم فريق من دول كم فريق من أبطال العالم أو الفرق اللي هتشارك في كاس العالم عندها الأهلي وجههم رسميا وفاز عليهم عد معي بالمرس وعد معي اسم النادي وكم قر بالمرس البرازيلي الأهلي كذبه وحقق على حسابه ميدالية برونزية ودات كازابلانكا طبعا وجهناه كتير جدا وآخرهم لقب بطول الدولي الأبطال في النسخة الأخيرة وحققنا على حسابه اللقب في كازابلانكا الليل السعودي قابلناه في كاس العالم وكانت ربعية تاريخيا تشالسي ما وجهناهوش فلومينينزي يمكن وجهناه في النسخة الأخيرة طبعا وضيعناه فوس كان في المتناول وراوردز الياباني بطل أسيا قابلناه في النسخة الأخيرة وحققنا على حسابه ميدالية برونزية كلاب ليون التلاتة الحقيقة أبطال الكونكا كاف كلاب ليون منتري المكسيك وسياتل ساوندز الأمريكيين الأمريكي التلاتة قابلناهم رسمي في كاس العالم والتلاتة قدرنا نكسب عليهم وضيف عليهم طبعا أوكلن سيتي اللي تأهل طبقا للتصنيف فبالتالي الحقيقة كل المواجهات اللي حضرتكم شافية وكل الأندية العالمية اللي تأهلت للمشاركة معظمها الأهلي قابلها بل وتفوق عليها في مباريات رسمية لك أن تفخر عزيزي الأهلاوي هذا هي أو هذه هي قيمة النادي الأهلي اللي تشرف الحقيقة كل جماهير شكرا